السلام عليكم اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الزلم قلن في اللون بشكل خير في اللون مرحبا بكم اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا بخير اعود معكم في هذا اللايف اليوم اليوم الاربعاء 24 اوت 2022 ان شاء الله تكونوا كلكم بخير نحاول ندخل في هذا اللايف في عدة نقاط لانه عندي مدة ما تكلمش لظروف ولاني كذلك نحاول انه ناخد وقت قبل ما نتكلم اولا ربي رحم كل اه موتى الجزائريين والجزائريات الذين توفوا في الحرائق الاخيرة في الشرق الجزائري ربي يرحمهم وربي يعطي اهلهم الصبر والسلوان وان شاء الله ربي يعوضهم في الدنيا وفي الاخيرة ونتمنى ان يكون هذا اخر حريق او اخر يعني ازمة اه طبيعية او كارتة طبيعية تمس بلادنا وبهذا المستوى من الخسائر المادية والبشرية اه حريق يعني الحريق يكون في بلاد حوض البحر البيض المتوسط اه في الصيف في السخانة يعني كل دول حوض البحر البيض المتوسط الجزائر جنوب فرنسا اسبانيا ايطاليا تركيا اليونان اه كل هذه الدول حتى تونس وشمال المغرب يعني عرفت حرائق هذه السنة كما عرفتها السنة الماضية هذا يعني اه ظاهرة للأسف بدت تولي شوية عادية في هو اه الامر غير عادي هو عدم يعني اه او سوء التسيير او عدم التسيير الايجابي للموارد المادية والبشرية التي تسخر بها الجزائر خاصة في موضوع الموارد المادية وموضوع طائرات وموضوع الوسائل المادية الموضوعة في اه يد جهاز الحماية المدنية الجزائرية وانا كنت كتبت بنشر على هذا الموضوع منذ ثلاث ايام او او ايام قلت انه اه المدير العام السابق يعني لازم يحاسب اه لانه في وقته العقيد الهبيري اه لعينه بوتفليقة لسنوات وهو مدير العام لازم يحاسب على سوء التسيير وعدم الاستشراف في تسيير امور الجهاز اللي كان يترأس عليه هو الجهاز الحماية المدنية واللي ما فهمش ان الحرائق كانت وما زالت وحدزت تطور في المنطقة تعنا نتيجة للتحول المناخي اللي يعرف العالم اللي الخاصة تعرف القرى الافريقية وكذلك تطور الوسائل التكنولوجية اللي تساعد في مكافحة اه حرائق الغابات ونهار كانوا دراهم كما كانوا يسموها هما البحبوحة المالية ماش راوش انو با باسي كوماند تاع الطائرات التي تساعد في ادفاع النيران اليوم عارفين انو تروح تشري طائرات ادفاع نيران ليكان دير اه ما كانش يعني يسون با ديسبونيب يقولك تسنة عام عامين اه لعدم يعني اه كان ازمة تتاع لا بيس دي فاش ازمة عقاط الغيار اه جراء يعني ازمة كورونا وجراء الحرب اللي راهي اليوم اه في اوكرانيا دونك عدم الاستشراف واليوم المشكلة اليوم انو شكون نحاسبه منو حاسب انو حاسب لهبيري يقولك انا شوي ان فونكسونير داروني شكون دارو دارو بوتفليقة بوتفليقة مات بوتفليقة شكون دارو دارو اه مجموعة من المجيين الجنرالات الذين كانوا متمكنين من الشأن السياسي في تساعد وتسعين ما بينهم جنرال توفيق الذي كرما وجنرال محمد العماري وجنرال سمعي العماري الذي كرما مندو مندو اسابيع شكون تحاسب تحاسبته فيق يقولك انا خاطين انا كنت رئيس رئيس جهاز الامن والاستعلامات اذا هاد الفلو هذا الموضوع حول المسئوليات السياسية والتسييرية في الجزائر يجعل منا يعني ما نقدرش نحاسبه حتى الاطار القانوني تحاسب شكون تحاسب دارو الهبيري هو اصلا داروه لتمك على اساس انو عسكري سابق يعني وش جاب سابق عسك الحماية المدنية يعني كل اليوم دير واحد كابتان الكماندان تال الحماية المدنية ديرو شاف ديتا ماجور تالجيش ولا ديرو مثلا جنرال ماجور تالرجان ميليتار كل واحد كل واحد ده خدمته اه الهبيري اه نهار كان مدير عام الامن الحماية المدنية رجع الحماية المدنية ديالو ديها شواء في السياج تعباب زوار ويعرض صحابه علي حداد و سعيد و جنرال عبدالغان يهامل يراهم اليوم في الحبس ويدروا شواء ولي بمبيه يخدى من عنده يعني شولة مزرعات تاعو واليوم ما كنت شوفو حرائق تلتهم هكتارات من التروة النباتية والتروة حتى الحيوانية والناس ريتموت اليوم دلأسف ونقولوا الله غالب ورح لنشر طيارات ما كاش بس علش ما شريش ديميل قراز ديميل كاترز ديميل دوز الفين و عشرة كانوا الحرائق وكانت تونس تشري وكانت اسبانيا تشري وكانت المغرب تشري وكانت وكانت اليونان تشري وتركيا وعليش ما حاوش تصنع وعلى 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 يعني كلها اسئلة اليوم يقولك الله غالب ما كانش الله غالب يعني الله غالب هو اليوم هاد مشكلة الحرائق هي حاجة عادية ربانية داخلة في تغير مناخي عالمي عارفينه ما كانش مشكلة ولكن المشكلة امنه مرادش قدرين يعني الف بليار دولار ما عدمش انسو الكانادير يعني يجيب لك واحد من روسيا يكريه وعلم انه الجزائر بتقارى طيارة واحدها ما حد يعواله وزي طاحت امبان وراي عاد الميكانيسيام يخدموا فيها نهار السبت وجد يعني حتى كلام وزير الداخلية في تلفزيون طريقة الالقاء والكلام والمصطلحات خايف ما عمدوش طاحت الارديومنتاسيو ما شي وزير داخلية سمح لي ما شي هادك لكون وزير داخلية وزيد شكوني ديميسيوني اليوم شكون هو مسؤول شكون شكون طلبه منه انه يستقيل ولا يحاسب له بيري بدوي ونجيبه حتى الوزير الداخلية لقف Peace 99 لي كان لي هو زور له الانتخابات والبوت فليقه عن بالمنصور لي بن منصور لبل منصور اللي نسيت كان مالي، میں يولا وزير الداخلية ووزارع الداخلية عشرية سنة اللي خمسة عشرية سنة اللي خمسة سنة اللي الله نجيبوهم كامل يعني علاش لقيبوا تبلاً بني لهذا الشي اللي علاشة لانه سوء تسير وعدم الشرعية عدم الشرعية عدم شرعية تاع الحاكم والحكام والناس اللي ياخدوا القرار في يدهم عندهم مسلطة القرار اولا ما نعرفوهم شو اذا كنا نعرفوهم ما عندنا حتى وسيلة قانونية ولا سياسية ما نحسبوهم. يعني كاين اللي ديارة انو اه الديمقراطية ليست اه ليست اه شرط اساسي في بناء الدولة او في تسوية تصير امور الناس. اوكي هذا طرح كاين يمنو او كاين يمنو به في الجزائر مئات الالاف. حتى الملايين كان يسموهم بين قوسين ما داخل اسم تاع ابو صباح. لي وابا انا ملحبوز. ولكن اه النجاعة اين هي النجاعة? يعني ما كاين ديمقراطية ما كاين نجاعة. اه ما كاش نجاعة في الحماية المدنية ما كاش نجاعة في الصحة ما كاش نجاعة في تسيير الملعب في القطاع المالية ما كاش نجاعة في تسيير المياه وانو تكلموا على الموضوع تعالما. يعني وين كاين نجاعة? في الخطابة الرنانة والجزائر والقوة ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سكون مش يحب بلاد وطولي قوة. ولكن القوة مشي بالهضرة. القوة تكون بالخدمة بالنجاعة بالاستشراف في التسير. نيوم راني نشوفو حتى في التسير المالية العام كل عام عدنا سنة عدنا قانون المالية وست شهر من بعد كان قانون المالية تكميلي. يعني ما ما عدناش فوق عام. ما زلنا نتكلم اليوم في الفين واثنين وعشرين على الغزير التي تغطي سانة سنتين او ثلاث سنوات من الواردات. والواردات واشنو هي الماكلة والدواء والسلاح. لا. لا. ما زلنا. عندك دي لازير بداخل هذه دي لازير بداخل هذه دولار او نورو لا تشوفهم استثمارات. يشوفهم استثمارات في قطاع الصحة في قطاع صناعة صيدلانية في قطاع الإعلام الآلي استثمارات في في المدرسة، في الجامعة، في التكوين الميهاني، ماشي يشوف هنا يا عاملة عامين يعني احنا مكتوب علينا براهم البيترول والغاز هادي اللي اعطاهم النار بسبحانه ونستعملهم غيره في الماكلة وفي الدواء، لا اشي هندا يا اخوان يعني آآ ما زال نعاودوا نكرروا الأخطاء تاعت الستينات والسبعينات والتمانينات والتسعينات وما يجب أن في المترجم من المترجم السرين ومن المساونا بسبحان المترجم ومن المترجم الآن مغير في المطالة الآن بإمجال خاطر اوكرانيا ونستعملوا على سبيل المجال لكي نكتوب علينا برسالة نعم، احنا نعم، نحن البيتران في السرعة حتى وينما كانش سرقها ولا مايش عارف باليوم مايش ماناش نسمعوا قضايا فساد كبيرة كما كنا نسمعها فوق تبوت في الاقاد و ياهل ترى الاول فساد جنرال ما ينقص كي ينقصوا الدرام ويزيد كي يزيدوا الدرام هذا هو الاستسلام اللي عندنا في الجزائر ولكن هالدرام حتى إلا ما راحوش في الفساد ميروحوش في الماكلة ميروحوش في الإسلامة يروحو في الاستثمارات الناجعة استثمار في الإنسان والاستثمار في لوتيدو بروديوكشن الاستثمار في الإنسان استثمار البشري في تعليم وتكوين الإنسان الجزائري المواطن الجزائري تانيا استثمار في وسائل الانتاج سواء كانت وسائل الانتاج زراعي صناعية أو زراعية مشي نخمم كيفاش نجيب بابورتع السويد وبابورتع الحليب يونا مار دوسا اراني نسمعوهم هادي من السبعينات كيفاش نجيبو بابورتع السكر كيفاش نجيبو بابورتع الحليب بدوك حنا ما نخرجوش بعد الحلقة المفرعة دونك ربي يرحم ربي يرحم ضحايا الحرائق والأمر اللي حبيت نوضحه في هذا الموضوع كذلك أنه أنا شفت جابوا ناس تلفزيون قالك هو ما يشعلوا النار اولا ندعو الصحافة الجزائرية كان حاجة في القانون الجزائري واسمها الانتاج زراعية يعني كي يجيبو واحد هو باريء حتى يصدر حق في حقه أو ضده حكم قضاء نهائي ما تقدرش تجي انتا صحفي تقول انا ميهاني وتجي تقول هذا ليش على النار لا يجبو أن يكون باريء ما رحوش فورسيما متهم او دارها زيت تانيا الأمر الخاطر اللي شفت امور هاد الموضوع هدا تعانو الناس شعلوها واذا صح ها ما عنديش معلومات الناس اللي متولهم والديهم ولادهم اللي تحرقوا لهم ديورهم اللي تحرقوا لهم داروان الباتي اللي حيوانية اللهم لهم نعائشين بهم لكنج كون يعوضهم دونك انا م messingضر على على اللي لا نسي سيدي ديكريتر لها دو كيطسخوف ناترحل بارسكه كين ديكريتر ونخرجوا حالت كيف سيقوله كيطسخوف ناترحل باريه اللي كاريته طبيعيه البنوك والساسرانس سورة والأطا انتملز لفكتين اليوم ما كاش حالة كارتة طبيعية دوك لي متولو الولادو و متولو الوخوتو متولو الكباش تعور بقارتاعو تحارقت لو دارو يعني نونسلم ماقدرناش نطفيو النار ماسلناش لزوتي بها نطفيو النار دو نمانيار دو نمانيار مودرن ليهو مالكنندير ومشي غللكنندير حتى نشفت مام لبنوكي مساكن يجري وبتي وواتي تحسب لك يهو مانك دو فرماشيون يهو مانك دو ماتريز يهو مانك دو كونفانس انسوا يعني كي تشوف لبنوكيه هنا في الغرب مثلا يخويا بنوكيه يعمر الكلين تواعي نبا ما نشن اللوم فيهم لكن اللوم يكون على الإدارة لبنك ما قررتو مش مليح ما فورماتو مش مليح ما دارك تشوف ريب برصانب سيكولوجك برصانباتو صحيح برصانباتو لبنك برصانباتو لسيطانباتو اليوم حتى لم ينتقلب على الأحصول نحن لا نستعدل يعني واحد ما را يتكلم في الإعلام الجزائري على ضرورة تعويد الضحايا في مالهم وأنا وأنا وفي سياس نسم سوريا يفو دل كريتريات كاتاستroph نتيرال يرمبوسيو الناس يعودوهم وللي مش في مسوري الله غالب دولة تعودو لان مطالا انت مثلا يتحركتلو ضارو ولا بعد شرمتلو اخو ولا ولدو ولا عندو عشر كباش العشرين كبش عايش بيهم مسكين تحركوهن لان يجب ان تتعلموا انا نجاح الاقتصادية هاد الاسبوع اه مندو اسبوعين ولا ثلاثات كلمونا على غار جبيلات غار جبيلات غار جبيلات ووزير وزير الطاقة وكن واحد قليلا تقدر تعطي حلونا نتكلم ما احنا نتكلم في الاخر اه هاد اللايف على على وش لازم نديره في المستقبل القاريب والمتوسط ان شاء الله. اه رأي يا ماشي ما ماهوش قرآن ولا ولا جن دكرة بالاسوريشو ده رأي شخصي اه قابل للنقد والانتقاد والمناقشة وللرفض وللقبول والقبول. اه نقطة تانية نجاعة الاقتصادية اتكلمونا على مندو اسبوعين على ان وزير الطاقة والمناجم راح لغار جبيلات ودش غار جبيلات وطيارة وحبت فيه تين دوف وجابوا الولاية تين دوف جابوا واحد انا شن عالو لازم طروازي امراجيون ودشنوها وعلى متاع الزاهير والكاسك ويصفقو. مع التاكي جيت نشوف ايضا يمكنك التعليمات الذي يفعله على برنامج الانتفادة يمكنك التعليمات التي يجبها الانتفادة مع صفحات التعليمات التي يتعليها بشكل كبير يعني يمكنك تلك ملابس في مليان كنة الحديد ومتعليها في مدارات عامها يجبها ومتعليها وهو ما تقول انا اذهب مسخروا بنا. قاعدت نقولت نشوف انا الناس كما يوان رياجير. شفت دو بال يعني سمحوا لي. دو بال اللي جابوهم في تليفزيون التاحهم بتاع الكريفي وتاع الدولة. البلاد والنهار. وغارج بيلات وسوف يكون وسوف والجزائر وسوف نصدر. قاعد نقول الناس اللي مش بيهم هبلو. دو و تروى جور من بعد. تكلموا على الميناة تاع وانزا في في تبسا في الشرق الجزائر. يقولوا انه في السنوات الاخيرة لقاوا حتى يزون ديكوفير في ميناة الحديد وفوسفات. في الفوسفات في الحديد. يزون ديكوفير على حساب كلام اللي جاءوا في تليفزيون رسمية. مش عارف الافريم. مش بونس ما يكلموا في هذا الموضوع. سيكونة مليون أحسابًا بوانزا. hornbek س결ة waنزا انشاء بسفلها الانزاف 30 وتعالتو مليون أحساب مع السبب الله أوقع بأن المحظر يا الناس Krankان يجل ققط أنت بتدقة هناك م zam competition ترباط الى أنت للمانزاف يمكننا أن تشوف في كل مدينة الأعطاء التي تشوف في المنجم في المنجم الأعوان التي تحفظ في منيك تشوف في كل مكان ومتنبجة ومتنبجة تنبجة في المنجم في الوزنة في السيدرولوجية في المنجم في الحجار يعني يتحس بليك سيتون منين وعندا ثمانية سنابع لك وجود. بسك المقتل، المقتل استعمال الفرنسي. كي تروح تشوف تغارج بلاد, على حسب وش يقول الوء إلي理 الإرزعف سو بكو بلز امبورتونة كسل هونزا. الاناقيرات دوري طلوه او ريترو و شارجير تراكس و كاميو و اسفقو و لابسين كوستيوم. فعز الصيف سخانة 45 درجة. وتكذبو على الناس تقولو انا انا بدينة. ومات قاعد نخمم انا معانوشو بو انا اجينيار دان ليمين من عراوش بيه ام بيتبونسس. يعني هاد الحديد هاد الحجر باش تكسره لسمك تري سيتي ورا هي تري سيتي. يعني مشي ريترو و شارجير ولا ولا عشرين ريترو شارجير اللي رحن يكسروا لك الحجر باش تخرج الحديد على غير شبيلات لازم لك دي 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 كونكاسور كبار لي يمشيوا بالديازل كهل يمشيوا بالغاز كي لازم لك ماتريال إلكتريك باش تحفر فيه باش تخرجوا الحجر من قلب المينة تخرجوا لتزنق البرة وكي تخرجوا الجوم برة لازم لك لي ماشيين يكسروا الحجر هادو كل ماشيين يمشيوا بالتري سيتي ووراه الكابلاش تحت تري سيتي مكيش تري سيتي هاكده بوقعه أرض ربي ضغط يا ريترو سيتي ريترو شارجير EU عنا ناو تزع بشعر ضع الجال الجالنيا نان borrowان هذه müح science هل حلات نستعادة تحفر باللق imagine هذا مكيش تحفر بالغازية لت tuoهدي وشب تعطي الهدى المتحفر الغر ماتري بكي من سياسيون من فر تستمر Voظ مت pok IB bubbles في المحزن يكسب الإنكار دي همズبرات يقولون ان نردر سيتي يكون维 الخüne بشيعة للمنطقة تنظر الضوارن الي بأن تقول للمنطقة فرم من المحارضة للزوارن هي النظرية للمنطقة ليس لمدة محارضة القادرة للمنطقة ليس النظرية للمنطقة لذلك اسم للمنطقة ينظر الشجر الضوارن إذا résult Bour�ين وقال أخرى وقال بسيارة وهذا نوعه جديد أنه لذلك الانية التوقفة للشهولة أو في سياسة الحجار حبًا آخر انه لدينا نحن فرقًا لأنه يجب أن يكون صحيحة على وجهة أو يجب أن يكون جيدًا أقول أنه يدعون بالحجار وهذا ليس مشكلة لكن لا يوجد جيدًا كيف تحاجع هذا الشيء؟ أنه يدعوني الحديد سنشرح عن الأمن سنكون نسخبر الأمن كنت سترغل فقط لكمانت icerها ماشي بعلام هكدا والصفاق وانا بدينا فو با بخان تسمحون يعني خاوتي بكل بكل أخوة يعني ما نشانا باش نسب الناس ونعارب الناس لوان لوان دو سا مي فو با نو بند للجان بور ديكان هدا مكان سيتو قا حضروا لفيريتي قال انا نحن نبدأ ودن زنان ودن دو زن هاوش لازم نجوزو هاوش لازم نديرو بسكي تفوت دي الكتريسيتي تفوت دي غاز يتفوت دي بيتم قودران تريق تفوت دي ندوش ما نفر لازم نخدام ان تمك او مو خمسمية تخدام لازموا ان يباتوا لازموا ان يأكلوا لازموا ان يديروا لطوالة تاحهم حاشاكم ماشي بقعاك دا دوري ترون شارجور و تكتبا على الناس نان يعني پوران پدجي تحسون اطراكو لامنست دي لانرجي سي ريدكول سي ريدكول سي سي يعني heureusement كل ريدكول نتوى عى الا q twenty two و اليوم تخرج الجرهية تقولك load aapel tafer كاوان رائدك بالمعقد والجوار باسه يقدمت أنا في غارة بيلاد ناريها بانكم يتخرج الحديد من غارة جبيلد يُتحرك لحجاجة ومن ثم يرغبها للأرض عظمًا الشيائع كما بخير في المدين على النجاة يتحرك لحجاجة يجب ان يتبع نعم نعم يجب ان يجب أن تقوم بخير يجب ان يسلح يجب ان يجب أن يجب فتح شعور قبل البعض يجب ان يقوم ب obstructار يجب ان يجب ان يدعاب يكون يبني لك في مباس دو في. لازم لك ديز ابل دوفة على الشركات اللي جيو ديلو كاترينج باش تتوكل الخدامين. باسكو يخدموا لتمة وديلو لكليماتيزاسيو. لازم اكتري سيتي. دونك اه فلو كلش. والبروبلام سيكون نام النظام يدير ديماغوجية. قال عنظمة سياسية في العالم تستعمل مقدار من الديماغوجيا. هادي هادي متافقين عليها. اه بالصح انه المعارضة السياسية في الجزائر ولا اخاري في الجزائر ولا المعارضة البرلمانية الى البرلمان ولا اه الاーいلام الجزائري الصحفيين حتى everyone ما كان يعني ما كان واحد ديبيوتي ولا ايكس ديبيوتي ولا الصحافي اخرج جيلة مجموعة، أنت تتحرك. كيف تحرك؟ مع بعض المعارضة؟ ليس لعب. ليس لعب ما نداعب. هذا هو سبيل بأنه مجموعة الوصول على الجيل. لا نظر هذا الكلام لكي نتشفها في بلادينا. كما لا نحبت أولا أن نتمسخره بالشهب. و لا نحبت أولاً لأن أصبح نقرأ اليوم بأنهم لا نعرف. لا. العديpi أم Bootод وما هو في الأطنيف الإنجارات وإن إپناي أ shutiah العالم الفتاة حينيوانيوانيوانيوانيوانيوانيوانيوانيوانيوانيتفسس اه هو الشيء الأطراق لكي يجب أن نتعرف على كل موايا في موايا ولكن ليس بها التاريقة ليس بل كدب ليس بلا ديماغوجي هذا مكان ليس بلا ديماغوجي ليس بلا ديماغوجي هذا مكان لن نعود أن نكمل نعود إلى إنتاج الفشل مرة أخرى نرى كذلك قضية المياه يعني كنا نتكلم يعني كنا نتكلم بلاد أخرى أخرى من الجزائر لا لا يعني حتى تحل الوضعية يجب أن تكون مع وضعية أخرى موشبهة لها لكي تعرف أن تكون طريق صواب ونجح أو أن تكون طريق ونجح يجب أن تتكلم هناك فرنسة يجب أن يتكلم في كل مكان يتكلم 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 في القرآن عارف لكن حتى حتى بلدنا كبير الله يبارك يعني يقدرون يقدرون نكون عندنا دي كافيتي دي 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 بطمانتاش ماليار متر مكعب حتى العشرين علش معد ну سامحوني باقي نحيا واحد رادي يسب طلب بسكي جنتاول عربان سبان والله تقدر تقدر ما تكونش داكور معا كلامي ما كاش مشكل ولكن سبانوا المعارا ساشن طولها باق سامحوني بركا وعلا دونك تفنطاش مليار متر مكعب في ايتيوبيا ما عارفين بليك الفينانس مويتانجي ولا بانك مونديال وايتيوبيا داخلها في واحد القالب ويدبروا لهم درهم نحن عارف عارف هذا الشيء ولكن انا كيشفت الكاپاسيتي دو بلي في الجزائر او قدرة استرجاع وتخزين مياه المطار في الجزائر ما تجاوش 9 مليار متر مكعب يعني استيسنا وهوما الباراجات الباراجات وبوتفليقة دشن وحتى في ابوك العبود في ني قا اختار عوي عزارة اسمها وزارة الترامية مورات 2018 اختار عوي العزارة اسمها وزارة الشؤون المائية او الموارد المائية عفون سلال أو أخرى يمكنها أكثر مقصد 9 مم3 إذاً أن يتجول على الأن المساحة فالجازير فالتوى المساحة فالجازير فالجازير أكثر الجازير أكثر فالتوى الأكبر فالتوى الأكبر المترجم بحسب التاريخ العزني نعم مدرجح 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 نعم We in كم قلق قد يسكن مدرجح نعم منذ مرين سنواراين ي بسعارة 5 مليار أنه لا تفعل كما خالط 11 مليار دولار يمكنك واستمرات 9 مليارب مدرسة عندما رجزارين نحن ف REM flu انه ليس إليك كانا يومًا تعملنا بعض المردس مع نجسيون راسونالة للعجم والإنتليجيون تصير استيشرافة وكان عدنا وكان أوليو نعمره 9 مليار نعمره 14-15 مليار قادرين نخرجهم الأزمة المائية في الجزائر وعلى الجزائر يعمروا الماء ويديروا السيتيرنات ويديروا الباشده يعني بلد مجاور ما عنده لا بيترول لا غاز ما رانيش نشكر فيه ووراني نمدح في النظام عنده مشاكل وعنده عيوبه وعنده أهله مشي شغلي ولكن تغيبني روحي تغيبني بلادي علاه علاه ومع عندهم 10 مليار ديمتر كيو وحنا عدنا 9 مليار ديمتر كيو ونقرأ وزير الموال المائية الحالي دارت الصريح منذ أربع أسابيع فلا بي أس هاكو تلقاه الشيوان ثانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قالهم منا لألفين وثلاثين من اللي حقول 12 مليار متر مكاهم يعني منا على ثمان سنين مائحن اللي عقوبه دان الجيوال علاه اون هل يؤن رمية او درعه من اخوتي تجري دارات الله أعمل الى باراج يسادي ديروة الى بتي باراج إلوة الى موين باراج يسرحت موش غالي يسرحت موش غالي ولوم ايسرحت موش تماما وليس م having بليس وقمح با هني كتبت عليه با سي نوت رسي جي كشان نحكي وعليها طرازة مشو يسي جي الموضوع الثالث وهو موضوع الشعبوية السياسية اه اذا كان النظام السياسي في الجزائر الحاكم دو ستين سانة اه يستعمل الشعبوية الدماغوجية في اه تبرير اه مشاريعه السياسية واجنداته السياسية والانتخابية ومحاولة يعني تبرير اه الفشل السياسي تاو في الذهاب الجزائر الى مستويات يعني وصلت لها كثير من الدول قطر الكويت اه توركيا ماليزيا دول نامية ما تنساوش بليك في ربعة وتمانين خمسة وتمانين كان عندنا نفس مستوى يعني تعال الناتج الاجمالي الخام لبي بي مع كوريا الجنوبية اليوم من راهي الجزائر ونراهي كوريا الجنوبية كنا خيرم اسبانيا واحد الوقت اليوم ونراهي اسبانيا ونراهي الجزائر اتسي ترا اه المعارضة السياسية في الجزائر كذلك استعمل نوع من اه الشعبوية المقيدة يعني وهدي ملاحظة ضرائي شخصية واعاتي بنفسي واخواني يعني مش يعني نطقي في انسان ولا في مجموعة ولا ولكن هدي حقيقة يعني اه اذا النظام عارضناه وخالفناه يقول عليك ارهابي وقدر يصنفك وصنف ارهاب وقائمة رسمية وانت تخدم الصهاينا وآيدي خارجية والمخزن ما يخلي ما يقول فيك سي نورمال على بسكو ما عندوش اه رد موضوعي وما يقدرش يناقشك لانو عارف بك انت اه عندك الحق وو لا هو إلا يمكنه حق بها لهم لأننا نشفنا ندام نتراليسي ومقاليسي باراليسي 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 ومقاليسي باراليسي ولا. حتى المعارضة الجزائرية انتهنت ما نقولش كلها ولكن في اغلابيتها انتهنت ديماغوجيا. يعني غير تحاول تنتقد ولا تقول يا جماعة بالك انا غالطين ولا غلطنا ولا بالك مشي هدية طريق ولا بالك لازم نديرو بوز. مش يجي ناقشك. ولا يقول لك اروح نقصره. ولا افتح نقاش على المباشرة. هكذا فيسبوك زوميتو. كما كنا نديرو بسنوات الفين وتسعة عشر الفين وعشرين. وان كانت الامر متاحة في الجزائر. وكانوا اخوة في الجزائر يقدروا يشاركوا كل يوم يعني مسوى الحريات راح في تدني وفي ركود كبير يعني ولنا اللور يعني بارابور الفيذري كبير. لمن ديزناف. للأسف. وهذا راجع لتغول الجنرالات المتمكنين على الحكم السياسي وتغول حكم العسكر في الجزائر للأسف. اليوم يقول لك اه تقول له يبدي مشي هك يقول لك لا انتا خين. انتا عبلة. اه فور. انتا تخدم عد ناصر الجن. وانا هادي اسمعتها. انتا تخدم ولا انتا وفلان وفلان. تخدم عد ناصر الجن. بتحكم النظام تقول له يا نظام انتا فيك وعليك ودرت وقتلت وسرقت ومجازل. اه انتا خين وانتا تخدم عند الصهاينة وانتا تخدم عند المخزن و ايادي خارجية. لا مام ريطوريك. لا مام ريطوريك. يعني انا هادي ساعة خلاصة ديالي او او الناس يصبح ما اذا اود فيها معي أو ما الصور cuando نقول رائييح والنساء احرار. هذا es يعني المهم ريطوريك وعندهم المهم كوربوس انتلكتوال. اليوم ياهل تارا يدعى تبنى مثلا تبون. نقولولو يا تبون. نمتالي الانتربيو بوليتيك ديالك اللي تجيبهم في لون تيفي. جوناليس مخدوم والاسئلة مخدومة. هادي كان امنعو. اسئلة مخدومة. و جوناليس مخدوم. اوكي. كيد روح تشوف المعارضة كي يحبو يضربوا واحد. يجيبوه في هيئة اعلامية. جوناليس مخدوم بسئلة مخدومة. يعني المين بروسيدي اللي يديرو تبون في لون تيفي. يديروه بعد المعارضين خاصة يرام في الخارج مثلا. واخوة ما عنديش مشكلة. هدي برك معاتبة. الاخواني واخواتي. وانتقد. يقول انتقد ما هوش حرام ومش شعب. ما هوش سبول وما هوش معارة. انت اليوم اذا كان عندك مشروع عندك مشروع سياسي. دخل عليها انه مشروع ديمقراطي ومشروع حضاري وبناء حضاري. اليوم كيد خرشي وسيلة اعلامية. جيب لي نقدك. ولا جيب ان جوناليست ليطرح عليك اسئلة ليجينيك. سمحوني برك واحد غاوي سبب خبرك. ايش مشكلة? مش يدو بابا. ويسب. هدا بنا دا ما ويسبب. نيبا دا اقول معي. فات مروبليم سيفش تسبلعنا. كي تشوف هاد الابراتيك وتشوف معتبون كيف كيف. دونك وره هالمشروع السياسي ديانك. المخالف اللي دي هو راهو نورمان مونسانسي يكون بديل ديمقراطي على على النظام القائمة او على الدكتاتورية القائمة في الجزائر اليوم. كيف كيف? دونك يا هل تارى احنا الجيل الفين وتسعتاش. اللي عندهم عشرين سنة خمس وعشرين سنة صغار عليها. ما قدرش نقول جيلي انا. احنا الجيل لا برك دي بارسا في زاني كاتر فانديس. ولا جيل تعليزاني ديميل تعبوت فلاقة. يا هل تارى هاد الجيل هادا خرج للشارع باه يستبدل ديكتاتورية بديدك ديكتاتورية خلا. لا. باش يخلف ديماغوجية وشعبوية قائمة في النظام واعلام النظام بديماغوجية وشعبوية وخلا. لا لا. دوك باش يكون عندنا يكون مشروع تان معارضة في الجزائر اللي راه خارج بجزائر. مشروع يعني عنده مزداقية. ونقدروا نكلمو الناس. ونوعيو الناس قدر تسمع لنا. وحتى نقدروا نكلمو النظام. وبالك حتى ناس داخل النظام. انجور يقدروا يسمعو لك. لانه حتى من وسائل اا النضال السلمي واللانفي. انك تحاول اا تلقى اا اا ادان صاغية داخل النظام. هدي مش يعيب. سيتي وريزي. سيتي وريزي في وسائل النضال اا السلمي او اللاعنفي. هاد الناس باش يسمعونك. سواء اللي داخل النظام. او الناس اللي داخل المجتمع. باش البروجيت تاعك يكون فيابلو يسمعو لك ويقدروا الناس يقدروا يمشيوا معاك بعيد. يعني سان لا فرانطمون. مش باربالا فرانطمون. مش تكلم على اجتباك. نو. لازم يكون مشروع تاعك. ااااااااااااا كاش يسموه? لازم يكون مشروع تاعك عندو مزدقية. ماشي انت تسب وتعاير كل من يعني عارضك ومع تروح الوسيلة اعلامية باش تجيستيفي بصحافي مخدوم واسئلة مخدومين كي ما تبون نو ار واحد انسان ديبه كوترادكتور جيب واحد ما يوش دكور معه كي ناقدك ولا جيب الصحافي لي مرمدك وكون انت فحل ومرمده باسئلة لانسف بعض الاخوة لانسف انت انت تراني دي ربردوير لي مام شما بوليتيك تاع الرجيم وسادل اوبوزيسيون اي ما كاش منها وحي خرجني واحد لكونك لانسف خرجت بيان اي ما كاش منها واحد يقولك مثلا انا اا كي الناس تخدم عند ناصر الجن وانا نعرفهم قول شكون ويقول هادي هي اللي فريمو هبلتني يقول اا لو كان بالصح لو كان يسكتوا عليا اني ما نفضحهم شلا لا اخويا تعرف واحد يخدم عند ناصر الجن اعطي اسمه وعطي اسمه ومد دليل تاعك لازم تجيب البيينة مش يتقدر مش يتتكلم عن هوا بس كي فيها اعرف الناس وشارف الناس وفيها ربي سبحانه وهادي الناس وانا منهم ما بس كي خلي تكلم عليا مثلا اا انا ما نسمحكش اللي فالدنيا نسمح عند عند ربي سبحانه احن وقفك ونقول لك وعليش تهمتني بالليك اهنو نخدم عند ناصر الجن عليا بس كي توني با داكور معايا ولا توني تي با داكور معايا بس كي هادك الوقت ونفا باليد او باسي حرام عليك كنت كنت تقول اا وتقول اليوم تقافة الاختلاف والديمقراطية وتستشهد ببريطانيا والحرليات ونظام برلماني وخلا دار الشر نظام برلماني اا بريلمينيس في الانجليزي ما يخلوا لوش بسح ما يخونهم مش نتكلم عليك سياسيا رجعليه سياسيا رجعليه سياسيا رجعليه بديزار قيمة ما تقولش علينا ولا عارفهم يخدموا عندنا يبي يبي لا تعرف واحد خاين التورة هادي ولا خان الحراق ويخدم عند ناصر الجن خرجوه خرجوه التورة زمن يعرف واحد خاين يدبحوه ما كانوش اللعبوه دوك الحمد لله مرانش وقت دبيعه بس هتعرف واحد يخدم عندنا صر الجن عجبت اسمه صاف يدير لو كان انا نسكت عليك ما تهدرش عليها راح قال الناس عندي عشر شهور كيما قال صاحبه المتسرب عندي عشر شهور واني على بالي وهدي عشر شهور متعلبك على ما هدرتش خليت سييد والناس كامل غافلين عليها صاف يدير انت ما تعرفس العمل المؤسساتي انت رك تعرف العمل او بيتر اللي يهم مكفى القاضية كامل هو شخصك هذا كل حيارك هذا والشعب هذا ما خرجت للشارع بس كنت خرجته وما خرجت للشارع على جل شخصك خرج للشارع من اجل برمير معيه تعب من من الظروف المعيشية اللي كان عيشها مع ابو تفليقة والفساد والمشروع له هذا الخامسة وحب يبني دولة مدنية مشي اسكرية من حقو ولكن مشي على جل شخصك يعني قاعدة والمعائشة اللي قاعدة الارجيري لا ترتبط على سيطرة لذا هادو الناس اللي بسهولة في المعارضة وليوم ولا ولا لو يلاعبوا دور المرشي دالعام للحراك للأسف يخمم هكدا ويلغياجي هكدا ممكن ان تروح تشوف انتان الجنرالات انفاس سيلا مام شوز يدير لك اجتماع مجلس اعلى الام هادو خوانا ارهابيين يدير لك قائمة وسلام ويجيب لك بنحليمة في تليفيزيون يبريزنتيه لك مسكين على اساس انه ارهابي ويتكلم على محمد عبدالله الله عفك الله واسره هو تانيك يتكلم عليها على اساس ارهابي ويجيب لك مساكن بالك الجاه جميعا ويقدرش يكتفها مسكين الله يمشون انت هيك الاعراض سهل يخوانا ومندسين يا رب صاف يدير انتو ما الكورونا فوق تتورها ولا بالكورونا فوق تسعينة تدبحونا يعني اليوم الحمدلله ما عندك سلاح انتا ولا ما ركش امير جماعة سينو تدبحنا من مجancial عن كل ذلك لتسعين التقيقيش ولكن هذا المشكل يعني يعني لهذا يحوان وآخواتي كتبها سوف اتشعين تصل على قانون بهذا hanno اختباله لكثقة انتبه سوف اتدبع القانون بهذا هم مؤسسات بهذا ايضاب هذا غريب هذا غريب سي با بوسيب سي با بوسيب كي نسمع قيد صالح يهضر في تليليزيون ولا نسمع شنقريحة يهضر وانتو ما كيف كيف للأسف كيف للأسف كيف كيف دونك اه وهد الشعبوية صان بروجي بوليتيك واسوف هنا انتصر كيف اش انتصر عاقوا شوفتوا في تونس ربحوا الانتخابات ودخلوا البرلمان والدول الحكومة وجات الدولة العامقة المعمقة هي دارت لهم انقلاب بلاد ديمقراطية بالديمقراطية جابوا رئيس منتخب ديمقراطيين انتخب نتقالب عليهم يعني نولي الكلام وانا نشاطره في الرأي المفكر الفلسطيني راح لي اسمه شافيق مش عمر شافيق راح لي اسمه ومفكر كان ومناضر فلسطيني في الحركة الوطنية الفلسطينية يقول وعنده الحق في العالم العربي اليوم ليس الفوز في انتخابات سواء كانت رئاسية او شريعية برلمانية او حتى دستورية يعني في الاستفتاء على الدستور هذا لي يعني انك تصل الى السلطة! يعني الوصول الى السلطة او تمكين تغيير ديمقراطي في العالم العربي ما نقدراش ننخصوه في الوصول او الفوز بانتخابات! مستحيل! ركوو شفتوا الفيس والجزير رباح الانتخابات ع ١٧٢٩ و ١٩٩! ما وصل الى السلطة الاخوان المسلمين في مصر ربحوا انتخابات شريعية ودالوا استفتاء على الدستور ودالوا انتخابات رئاسية وفاز مرسي ربي رحمه واحد وخمسين لتين وخمسين بالمئة يعني ديجا غير هادك لشفر يفهمك أبرى 40 خمسين ستين سنة أو ثماني سنة ديكتاتورية اسكرية يجي رئيس بعد تورا سماوها تورا تياناير يفوز بعدك لطو ومفاس ده كي ومفاس ده كولونيال شافيق يعني ستين اخر او الدغني بخمي من يسخة مبارك خمسين لخمسين بالمئة اربية رحمه تمانية واربعين بالمئة فوطاو شافيق في انتخابات حره فوطاو الصالح اخر وزير اول بتاع مبارك وهكداك ونقالبوا على مورسي ودخلوه الحبس وماتوا قيادة الاخوان رام في الحبس كلمات وربية رحمهم ونقالبوا على الدستور وقالك وسموها تورا لا مام شوز بتونس حركت انها ضفاز بانتخابات وفازت ودعمت هدقي السعيد في الرئاسيات ورشحوا المور ومخسروا وخسروا وفازوا في انتخابات شرعية وعدلوا الدستور ومالحقوش للسلطة اليوم من الحال الاخوان كذلك فازوا في الاردن مالحقوش للسلطة فازوا في الكويت مالحقوش للسلطة التسيطيرا يعني اليوم مبيعوا الوهم الشعب الجزائري انه يسوفي دو غاني دي زلكشن بو غير او پوور كداب اليوم السلطة في الجزائر وكل دول العربية لأنه كان خراب سياسي خراب مؤسساتي منذ منذ عقود من الزامن يخلي أنه السلطة في هاته الدول وفي الجزائر مبعتارا ما بين مجموعة من الجينيارالات ما بين رأس المال ما بين مجموعة من صحاب الشكارة ما بين الناس اللي حاكمة الإعلام والتقافة ما بين البرجوازية الفرانكوفونية مثلا هدو كامل عوامل لازم تاخدها بعين الاعتبار وتحاول أنه آآ تجد حلول آآ سياسية تفاوضية معهم باش كلهم يشاركوا في عملية تغيير سياسي وفي الوقت نبيعوا الوهم أنه اليوم حين ندير ونقلبوا عليهم ونقلبوا عليهم وندي ونحي وكامل هادو العسكر والبافيا ونحي ويجين يضام جديد. اي ما كانش منها كده. سواك دمسوا الناس ما عبل. النبي عليه الصلاة والسلام كي يرجع من المدينة للمكة عليه الصلاة والسلام. خرج قريش. اللي دخل في الاسلام سالم ولي ما دخلت في الاسلام سالم. ودار التغيير في مكة مع اهل قريش. مع الناس اللي اسلمت ومع الناس اللي رفضت الاسلام في الوهل الأولى. مع اللي خد دخلوا كلهم الحمد لله ولهم مسلمين. يقول لك لا لن ديروا تغيير كونت. كيف حدير اغرار كونت عليهم ناس عندهم لارمي. عندهم ادارة. عندهم اموال. عندهم 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 حماية مدنية. عندهم شرطة. عندهم ادارة جمالك. عندهم قطع صحة. عندهم اعلام داخلي وخارجي. عندهم تحالفات جهوية وخارجية معهم. تروح تتنحيه. باسكو تخرج. صح. التدافع السياسي في الشارع. اه. وسيلة. من اه. وسائل نضال السياسي السلمي. بيجب لازم لاسماء صوت الناس المحقورين. الشعب. باش يفهم هذا النظام انه راه غالط. انه راه ما يمكنش يزيد كثير من هاد الشي او في هالطريق. ولكن نبيع الاوهام انه اه سؤال. يعني اليوم الناس يتقول لك. انا مثلا واحد القيادات الحراكية والناس كانوا في الحبس. واخوان اعتبرهم. كانوا يروحوا لهم اخوة في الفين وعشرين. و الفين وعشرين يقولهم يودي ارواح وغير متلاقاو. باهم ديروا وتيقة سياسية موحادة. واحد فيهم ما نذكرش انسمو. يقول لهم لا لا روحوا روحوا للدار ما تخافوش. النظام من على تلات ا 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 سابيع راح يسقط. كيفاش يسقط. ما قال لهم اني نقولكم. وهال الكلام سمعتوا حتى هنا في اوروبا. النظام مرة ساقت لمحالة. كيفاش يسقط? كيفها فهمني? عنده خمسين ستين مليار دولار في العام. عنده اربعمية الف جندي. عنده ميتين الف شرطي. ميتين الف داركي. عنده ترواضة وكات مليون فونكسونير. كيف يسقطو انت من على اسابيع انت مابول? يبي علىها راك تحاوز تسقطو. على ما تقولش نديرو اصلاحات ونديرو حل تفاوضي. احسن لانه هاد المصطلح تاع اسقاط. شفنا النتائج تاعه في عديد من الدول العربية. جيبها من الليبيا وروح. بلا ما ندخل في الاتوري دي كونبرو منا. اه هاديك سانوتر سيجي. نحكي على اه الواقع لو عنا نعيش وفي في العالم العربي اليوم الاسف. يعني شفنا والصراف سوريا والصراف اليمن. اه والصرافي في ليبيا اليوم دولة مكانش. لانه لانه قوى خارجية الدخلات لانه احنا لازم كجزائريين ناخدو العبرة من هادشي. وناخدو العبرة كذلك من اه شي ليصراف تسعينات يعني حتى لو فات دو دفر كونبوكي الاسطوار. في الحراك ستين يالار. يفعل يبارلي دو الاسطوار. كما دالو الخاوة اه اللي كتبوا الكتاب الابيضة دك تعاوز سراف تسعينات ستين ترافاي اكسوردينار. للتاريخ. للأجيال باش الناس تعرف واش سرا. باهل الأجيال هادية واللي راه هي جاية. ما تعاوز تدخل في اه اه بروسسوس بوليتيك باش تعاوز تسرا المأساة اللي عشناها في تسعينات. وي بصح يعني ارادة انه نعاود نكونفوكي الاسطوار ونحطها في الحراك. هاك. تولي هي لسجي برانسيبال. جابت نصر الجنر جاعته جنيرال. جابت مهنة الجبار جاعته جنيرال ماجور. خرج تببون قال لك انو هادو جماعة الدولة مدنية مش هي اسكرية. هادو جماعة الجماعة تلفيس اللي عطاهم الجيش طريحة في تسعينات. الحقنا اثنال هدرالت على جاعته في الأسل دمرد. كلينا اللي هن يعني انا نفنجيك ولا انا نفن يعني انا نفن اتقروا لي قتلايا ولا انت تتقروا لي قتلايا يعني اللي ران في النظام واللي ران في المعارضة ايه ماشي هاك ايه ماشي هاك هذا الشعب اللي خرد في 22 فبري 2019 انه ميرت با ماشي حق عليكم وحق علينا وعلينا انا شخصيا انه نعيشوا الازمة اللي عشتها في تسعينات انا في سبعة وتسعين صغير انا جايين لفراطس كنا هاك نديروا انا عشتها لا غالب جو سيبا قبليجي نعيشها صفر اللي عنده عشرين سنات تتع عشرين سنات نفهموا واش صرا نقرره باش ميزيتي دير اخطاء سياسية اللي صراحة التسعينات من جهة واخرى بصح باش نخرج دي سلوغان كيان في فوير دي ميليا دي جان دخلهم للدار بالله عليكم الناس اللي عشوا تسعينات بالله عليكم يا هل ترى النظام الجزائري في الفين وعشرين لا حتى في الفين وعشرين اللي يعرفوا القدرة القمعية للنظام بالله عليكم من الجزائري من جين كل شواء من الجزائري في الفي جواه والجزائري من جزائري إلى الفي جوه من جزائري من جزائري نحو أعشرين كين ولايات أماكن مسموه باب لكليمانجان وشعب دخل الدار ضربوا بالقزو راحوا رفضوا نسامة الدار رفضوا الشاباب بس حمال حقنا شعن دقري دي ريپرسيون تعاليش نعرفو في تسعيناد بوزيو لكيسيون عليها الشعب دخل الدار أنا مانيش نرابوني أنا نقول الخاوتي اللي ران في المعارضة اللي ران في الجزائر وخار الجزائر صويون سريو بوزنوا لكيسيون على الشعب دخل بوزنوا لكيسيون تعاليش نعرفو كينا مانيش نقول بلك النظام مقمعش قمع والقمع كان عنده دور كبير ولكن كيحة أمر أخرى غير القمع خلونا تكون عندنا الشجاعة السياسية تكلموا عليها بكل موضوعية ماشي ليجي تكلم آه عبلا آه تخدم عند ناصر الجن آه تورا مضادة وشب تورا مضادة والراهي تورد تاعك دي باش يكون عندها تورا مضادة والراهي والراهي واللينا اليوم واحد يخرج سمن اللي فاتت يقولهم جو شو أن ديموكرات ميليطان دي أفافاس أنا نعرف أنا بارسونالما جيت ميليطان دي أفافاس ما نعرف شنا اللي ميليطان تعرف فاسي هادرانجا أن ديموكرات يقولهم الإسلام السياسي لن يصل إلى السلطة ولو قتل 30 مليون جزائري أو أكثر من بنزديرة بنزديرة 20 مليون هذا يجي الريبيبليكي متل الحراك ويدير تغيير ديموكراتي في الجزائر ولا يخرج واحد من الجزائر سجل سياسي سابق للأسف يعني نحترمه ونعزه يتكلم على نومي جالازول وعلى همنا باسكو في الرؤية تاو فاجيرة وما يشعر وها خالي همنا باسكو ومشي متحجبه وشعر عصبار وما ليجي واحد يقول لي هادي حالات شادة لا لا مشي حالات شادة عارف بالليك الشعب الجزائري وانا حضرت عنا كنت نقول لكم يعني كنفوكي الهسطور في عام 4-20 ستا ينير استراتيجي باسكو المسيرات حضرتهم الشخصيان في العاصمة شفت مجتمع اخر شعب اخر هناك كي تير عجلي ان دمين نتروها هذا الشعب اللي خرج ان دمين ديس نف مانعرفوش تبدل على الله لو كن نقوم بما مع المجتمل كان عدنا نف 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 التأكمل علينا القضاء بدأنا مركز لأبيا لن انص 아주 ي Lincoln على جسط الجب لن ت獗 في الوحيد الح Ivan لن يamasن على الجسط بإعادة للعضل من ربما. ولكن بحيث هنا. لا يأتي من بحيث لتكلمون. ولا أحد الأساسية على الغ layering. هنا من المربط الفارس لم يكن لدينا الحق أن نرغم بائسة وحتى مستوى السياسي بمساعدة ونراجعها للغاية. المتسرب هنا في فرنسا مثلا. هاو خرجنا كان عدنا كان عدنا صحفي صحفي استقصار. ايه وزيد خرجنا هاد السلم عندنا بقضية صحفي هارب. واحد ما يعرفوه سيداخل الحبس. اه كلتسنا حاكمين علي ثلاثتين حبس. دير عام ونص حبس خرج لا جراس بريزيدونسيا يقول لك هارب هارب ونواش. وداخل الحبس قضية يبتزاز. يعني واحد كان يبتز الناس باشين حينهم دراهم دركة ولا صحفي هارب. وعندو ملفات تقيلها. احبسو يا الرب. ركو تديرو كواريت نسا ميدحكو عليكم. ماشي اقدار. وزاد دفنو ريديكول. اللي يجيب باسكو جامد زير دير معاها لايف وصي. ما وانت عارفوه وانت اقسى موادة وانت عارفوه. سقسيت عليه في وران. سقسيت عليه الصحفيين. سقسيت عليه. اما عندك صحفيين كانوا يخدموا في وران. اما ها انا عايشين ها بزادي اتقي الي في جييييييييييييييييييظfortable. سقسيوا هم. تمام بعد قلص الم sperm يجيب زبلي جيب لي وارجعو وارجعو باطل. وبعد قي دور عليه هلية تقولي اها ما كُناش عارفين. اجيب العمليات وين POLY och SOON على رقائق يبين. ومبعد سمانة ابري دير لايف قول انا ما 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 نستعرفش بالحديث نستعرف غير بالقرآن. هده هي المعارضة السياسية. هده هو المشروع على بناء الحضاري. غيرش على التليفزيون أو تليفون عفون وبدأ التيري. لا يا الله. لا. وهد سمانة خرج ريسوني يتكلم على الجزائر واردوا عليه وانا قلت نقولها ونعودها. يعني البيان اللي دارتوا حركة مجتمع السلم حمص لما نحبهم ونعرف النفاق تحهم ونعرف المواقف تحهم المخدلة للجزائر والجزائريين متسعينة وحتى الحراق الشعبي. داروا بيان شباب. كي يقول داروا بيان شباب على لأنه هما تبعين تنظيم الدول للإخوان المسلمين والرسوني هو رئيس الاتحاد العالمي العلماء المسلمين تابع طيار الإخوان اللي عنده عقامة في قطر وعايش في الدوحة وتفينانسيهم القطر داروا بيان جيد 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 وارجعوه لبلازتو وقالوا له هذا ما هو كلام وقالوا له روح روح حرر أراضي الأخرى. قال لك على في نفس الوقت في نفس الأسبوع. وسمحوني إخواني تعال المغربية. المغربية ديلك فيديو وبعتلو صحفي مخبب أو بلي دورو في المغرب باش الريسوني يوضح. وش يوضح؟ وش يوضح؟ سيق قال لك نزحف على التي ندوف ونزحف على ما يستعرفش بأصلا بموريطانيا. وش يوضح؟ إله 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 بي 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 مخططات بائسة كما ها وزيد. آآ أخونا المرشد العام دار فيديو تانيك آآ يقول لك لا لا ولو كان نظام أجنبي عنده مشكل مع العصابة احنا ما ندخلوش كيفا؟ يهدر واحد أنك أنو واحد محنا ما ندخلوش وخاطينا ولكن نحن لن نأتي على الدبابات في الأخر يعني ثلاثين تانية يعني ليسمع شي كامل الناس متقفين مشي كامل ديزا انتلكتويلا ما يسمعوا فيك كي تكلم كلامك ما هدا وش ركت ما هاد وعليه تهدرها في هاد السيوجة لا يا هل ترى هاد السيوجة هاد هدو الموضوع الهام في الجزائر؟ يعني بس كل نظام عنده مشكل مع اسبانيا هل هي الدخل قدوان تالي لدخلة اسبانيا في الجزائر احنا عارفين انجينيارو تعني كيفاش دائر وانتارك تسنى بلك الشعب هذا المقهور المظلم اللي يتحرق في الحراقة مش يوقف مع بلاده انت مابول صاف يدير انت متعرفش الجزائر ومتعرفش الشعب الجزائي كيفاش دائر وسيباد لا ديماجوجيا دوبالسي تونريالي تونريالي تونريال فبا ما نشانيا بهم بيع ديماجوجيا بتاع التلفزيون الرسمي واللنهار وين دولا؟ من ماذا تدرفي السيوجي علي تخون فيها اصلا تيه عندك ازمة ديمقراطية عندك ازمة الناس راهية في الحابس عندما جرائد راهية تغلق احزب السياسية راه يسحب منها الاعتماد اتتترى اتترى ويداكلة السيوجي العصابة وجولة زيترانجي وحنا منوقفوش معاهم اوه مش سيطلا فولي الحقنا الله سكيسوفريني المغاربيين يذهبوا وقعتوا فيها ونحترمهم ولكن هذا خطأ كبير وقعتوا فيه يعني إدارة القناة وقعت فيه نروح نريسوني ندير له فيديو بها يوضح وشي وضاح وحي يوضح وشي وضاح او لها صوى اللحى. وهذه هي بسببنا للي فحان الانوام الانوشناتولي من البلد قبائل فهنانا لا يملك المقدار للإدارة القناة ونستطيع الانوام الانوشتين لليقائل قبلي قليت انا حتى واحد مو ناضل هنا في فرنسا قالك فباتوشي اه اه انو سيمبول حلا يعني واحد يهدر على اي تمانقلات يكفر ولي ولي مش يقبلي ولي يخرج من الملة الجزائري يعني قادروا نكلم على اي تمانقلات وتكفر الناس ونقولوا لهم ياودية منطقة القابع العامل يفات بس يستراتيجية على النظام ونظام نجح دالهم ليقالا ونصرح ايضا مثل السقل محارجة appreciate unnecessary نسب بك فضاء لذلك ولكنаете عندنا اي خطار الفان منطاية baykon العلماء يجب ان الدفاع لل Guatemalan اوو Cena او الا العرق تعي ولا حومتة ولا عى جماعتين لا من ال Position ما يسر شرع 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 الجزائيان التواصل له بأس لذلك دير اللحية. ليس لأنك مغربية ما يقولون له شعب عليك. ولا لازمنا نسكتو. ولا نروحون نحاولون نديرولو نجستفكاشن في المغاربية. وما ديقولك مغاربية قناة الشعب. قناة الشعب. يعني سبحوني خوطيت عن مغاربية. قناة الشعب كي بيرمي ديسكوتي دي تريطور عجريا. يعني أنا اليوم حراكي ولا مناضل. نقبل أن نناقش طراب الجزائري. منتو مهبلتو. طراب لي ماتوا عليه مليون نصح شهادة. وبآسم الدقرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. نعرض فرحات مهنية يهدر لي على استقلال منطقة القبائل. انتو مهبل. لو كان ينوض كريم بالقاس بمو حمد السعدي يدبحوه. لو كان ينوضو. يعني نهدر بالكونتكست تاعتورة الجزائرية. مش اليوم. يوزك ملاد. واحد يقول لك لو كان يجي الأجنبي مع الجنيرالات حلما. ماذا؟ عليش تحضروا في هذا المواضيع؟ حاولوا نلقاو ما هي النقاط اللي نتفاهم عليها كجزائريين. كمعارضة اسلامية علمانية بربارية وحتى معالي جنيرو. نتفاهموا على الجزائر؟ لا جاسبر كنتفاهموا على الجزائر. نتفاهموا على الوحدة الترابية. على سلامة التراب سلامة الإقليم الجوي والبحري. جاسبر كنتفاهموا على هذا النقاط. يلا يتفاهمنا عليهم؟ نتفاهموا على التوابط اللغة الدين، التعدد التقافي اللغات الأمازيغية والعربية. نتفاهموا على التوراة وبرمي نوفمبر وبين أول نوفمبر ومخراجة مؤتمر الصمام. نتفاهموا على النشيط الوطني، على العالم الوطني، على الشهادة، على الدكيرة، على التاريخ. نتفاهم، نتفاهم، نبني التوافق السياسي. لا شيء غير المهبول الخوة يقول لك لا لا بلد قبائل نقدر نتكلم عليها. واحد يقول لك لا لازم نلقاولو جيستيفكاسون للرسوني، لأن ناس ملاح، لأن دائر اللحية، لأن عيش في قطر. واحد يقول لك لا لا وجينا رالتنا نكرهم، ومجرمين ماملو كان يكون عندهم مشكلة مع أجانب، يفو كون سبوز لا كيسيون، أشكو نوقفوا معاهم ولا لا؟ لا. واحد يقول لك لا تهدرش على أية من قلات بسكو ستين سيمبول، بسكو قبيلي ولد بلادي، يتسي ترا يتسي ترا يتسي ترا، توتان انسامل دوريفليكس أركائيك، لي خليني نقول اليوم، يعني تسمحوني، وبكل، 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 وبكل آسف، مرناش وجدين، الحراك جاء، الشعب خرج، كان عنده آمل أنه نوخب الحاكمة تسمع له، وأنه نوخب المعارضة تقدر تسمع له كذلك، وتواكب المطالب تاها وتوجه السياسي تاها، مرنقاش، يعني خرج نوخب حاكمة، ليست في مستوى أنها تفتح النقاش، وتفتح حوار داخل المجتمع الجزائري حول عملية تغيير سياسي متفاهم عليها، وسلسة وسلمية، وملقاش كذلك معارضة في المستوى، اللي تواكب ذلك المطالب السلمية، وذلك الحركة الحضارية اللي كانت الحراك واللعنف، كيف تحاول توصل لمطالب الشعب بطريقة سالسة، ومسموها، ونحاولون نفنسيو بالعقل، ولكن نفنسيو، لا نركو ليوش، لا نقول ليوش لللور، اليوم الحريات في الجزائر، ولينا لللور، وليوم الخطاب السياسي تاها المعارضة، ليه لأسف، ولا لللور، هذا دراماتيك، درواجور ما خلاوهمش يروحوا لفنووت، يحتفل بدك دكرة لفنووت، تنين وعي عشين، أو تنين وعي عشين، أو تنين وخمسين، بوقتها مرسومة، ما خلاوهمش، داوهم الحمس، بس نحن نحن نخلاوهم، هاي نتكلموا يا سيدي، وش عليها؟ رانا خاوة، ما راناش أعداء، نحن راحوا في دوميل فنتية، و دوميل فنتية، و دوميل ديزناف، دوميل ديزناف، خلينا دوميل ديزناف، كانت لسنة الأولى، دوميل فنتين و دوميل فنتين، وش داروا؟ وصلوا لتما، تصور، تصور، سيلفي، سيلفي، وكانوا مجموعة من المناضلين أو تورك، ما يقولوا إحنا، مناضلين تاع الصف الثاني، والصف الثالث، ومنهم صحابة يران في الحبس، يقولوا لهم، يا خواة، نقعدوا في طابلة، و خرجونا وتيقس، يسدي خرجونا بيان، وعلو، يدربوا، شكون عندو، شكون عندو، بلوس دو سيبورتير في ذيك، في إيفري وزلاجن، وما يقول لك، أعلى بووور، أوكي، بووور هدل عام ضربك، وما خليكش تروح، وهذا أمر مدان، ولي كل سنة وكليفات، ورحت وش دردو، يساسي بروبليماتيك وسي، يعني حتى إلا تكلمني على معارضة الخارج، نتكلم على معارضة الداخل، وما يقول لك، واحد، أدخل في دارك، أدخل في دون تروان كاتس من نظام نحيطها، أو طاح النظام، أو طاح، دونك، ولي والعقل، مرة نشواجدين، لازم نديرو عامل تربية، عامل توعوي داخل المجتمع، لازم نرتقي إلى درجة مواطن، باش نرتقي من بعد إلى درجة أمة جزائيلية، لأنه إلى اليوم، واحد يدفع للريسوني باسكو دير اللحياه، ولا واحد يدفع على الماك باسكو بحرية التعبير، ولا واحد يدفع على ايتمانقلات، بسكو قبالي، ولا واحد يدفع على متهور، بسكو هو يعتبرو أنه، المرسي دلعام، ولازم دخلت شماطوري تلتاعو، بصورة، بسكو قبالي، لنظر، بسكو قبالي، الموضوع في مرة أخرى pour après espérer bâtir une nation argérienne parce que le défi اليوم c'est de bâtir la notion de nation argérienne au sein de la société qui existe الحمد لله mais surtout au sein des élites au pouvoir et au sein des élites qui sont dans la police نحبس هنا parce que عيشوا et نولي للمشمل mais que ce n'est pas c'est parce qu'on a dit au-dessus de l'homme c'est du le plus c'est qui s'est au-dessus de l'retched du m'a au-ru le plus je qui ويكرهوا بن حديد لأنه بن حديد كسيتيلو السول كيا في القرادة الجنرال اللي قال باللي كيا فيدي ما كيت علىياس كان يجريهم سماعين لنا لماري مع بن عيشة في الغرب الجزائري راحوا كرموهم لأنه فهموا أنه الحراكي لذا يبغوا لي يبغوا له يعني ملمد النظام النظام باش يبقى حي باش يبقى واقف لازم يلمشملوا حتى مع الناس اللي ما يتفاهمش معاهم أنا نتمنى أن المعارضة الجزائرية تكون بهذه المستوى تعلينا وتلمشملها وتتجاوز خلافاتها هذي كتاعة ما كاش علمانية ما كاش كاين علمانية علمانية وإسلامية كاينين الشعب قال لك ما كاش في الحراكة كوية عنده الحر ولكن في السياسة في الباكراون بوليتيك علمانية كاين وإسلامية كاين وإسلامية كاينين هذي تيارات سياسية موجودة في الجزائر نتمنى أنه هذي تيارات سياسية حتى التيار الوطني يتلموا ويحاولوا يخرجوا لنا مشروع سياسي أو رؤية سياسية خلطة الطريق السياسية وطنية سلمية سالسة للذهب إلى تغيير سياسي ملموس في الجزائر تحت ضلمة سامحوني نقول الحرية لكل سجناء الرأي إن شاء الله خاوتنا سجناء الحراكة يخرجوا كامل وإن شاء الله حتى خاوتنا سجناء تاعت سعينات يخرجوا كامل عيب أنه الناس عندها 30 سنة في الحبس عيب عيب عدنا دي سنتان اللي عندهم 30 سنة في الحبس كان يرام باراليزي نتمنى أن النظام الذي يهديه الله ويفهم بالليك ما نقدروش نروح ونواجهو تحديات التي يتواجه الجزائر على المستوى الجهوي والقاري والعالمي بسودانات سياسية ما نقدروش مستحيل إن شاء الله يربيه دائهم ويطلقون المحابس ويطلب من المعارضة الجزائرية وخاصة للغاية في الخارج يجب أن تساعد المنزل للغاية في الخارج أو يجب أن تساعد المنزل للغاية في الخارج لأننا نتحدث عن دولة القانون ودولة المؤسسات يجب أن الأحزاب السياسية القائمة والحركات السياسية القائمة التي ستنادي بهذا النداء تطبق العمل المؤسساتي والجماعي وتحترم قوانينها الداخلية في داخلها قبل ما تحاول تروج لهذا الخطاب على أساس أنها ستطبق هذه الدولة المؤسسات إذا وصلت الحكم نرى أن أغلبية الأحزاب السياسية وحركات السياسية ما كانش فيها عمل مؤسساتي بل هو فرد أو فردين على أساس عائلي دفوا على أساس جهاوي دفوا على أساس ديماغوجي شعبوي لأنه هو اللي عنده بزاف شعبية هو اللي يقرر هو اللي يقرر وحده هو اللي يتبعوه الناس بسكو يخافوه ولا بسكو يخافو يخرجنهم إذا كانت حركات سياسية جزائرية المعارضة والأحزاب ما راهيش قادرة تأسس إلى عمل مؤسساتي في داخلها يفوق أن نكتبوا على الناس ونقولوا نحن نريد دولة المؤسسات دولة المؤسسات تبدأ فينا إحترام قوانين داخلية وإحترام قانوني بدافينة نهار نكون نحن نمودج سياسي مؤسساتي جماعي قانوني مغاير للنمودج اللي راهم في الحكم كرواي موا كو الشعب راح يتق فيكم ويمشي معاكم وكرواي موا كو مم أوسن دي رجيم بالاك إن شاء الله انتم براشور دي اوغايل اتنتي بارك الله فيكم من حرية لكل سجناء السياسيين من حرية الجزائر الله يرحم الشهد اللي متوف الحرائق وربي يعوضهم ولازم على الدول الجزائرية تعوضهم تعويض مادي لازم ساندوفار ولازمنا نبنيه الأمة الجزائرية بارك الله فيكم سلام الله عليكم